وماكلتنا بنينا وجينتنا دقا علينا عشادة عبيدة في الفرحة ملمومين عبيدة محبة وتصنيف وعشلة سنينة وردة سرها المحبة معسمة اخت شيف ما السهلها لبنة موسيقى ليبerta للأسفار والسياحة حججنا معتمرنا في من معينينا palma نور دون إكسلونت قالتة إنا جربت palma و edenتي وقتش palma سورس دناتور وقوتcoal فورنتو سهل عليك القوجي موسيقى مرحبا بكم الناس الكل في الماتينال للمسيون جيكم من الثنين للجماعة من التسعة للاحداشم تصبح والإعادة من الأربعة للست لم تراشية في أنسيو على قناة التاسعة في حلقة اليوم باش نحكيو على العلاج الشقيقة ممارا هذي باش نحكيو على علاج بالوخز بالإبار كيف باش نحكيو حكاية أخرى اللي هي استراتيجية وزارة الشؤون الدينية لمقاومة التطرف ونحكيو على سجوات كبار ركزوا معنا لا تبدلوا القناة بانجوغ لبنائت سباح الخير والخمير والرزق الكثير بعد سجوات الكبار نحبك بعض سجوات نشط الخنان بعد ما كانت في المنتخب والتي تغني في التيك توك في الهبهب صلاة تحبوا تعرفوا ماذا هذه تحبتين بعد كتحبوا تعرفوا ونحكيو على نشط الخنان طلا حزر فزر حزر فزر صباحكم فلو ياسمين الناس الكل نبدأ لشتص بيحتي نحن نهاركم زين نحب نقول لكم اليوم في لايف ستايل ضيفي عام 66 كيف على خاطر معانا اليوم كيوف الفونداتور دو كيوف اللي هو ان ديزيينار تونيزيا أقعدوا بيش تشوفوا وشنا وقعاد يعمل لنا كيوف مرسي بكوة لبنائت نقولوا بانجور شافة حياة صباح الخير صباح النور صباح الورد عالناس الكل أنا هاني غاد سيا فاتما كي نقول لكم اليوم فيش حاجة ما تتوقعش بشنا عملوها في الإستوديو اليوم بشنا عملكم عصبين هاي عاما عصبين مش عاجل ولا بشنا عملكم عصبين الجيج أوه بشنا ووريكم فاش تلفوه بشنا ووريكم كفاش تفوحوه انا ديجا خذيك الكبدة البارح بيتها في وسط الحليب تغزروا الحليب كفاش ولا أحمر واختي تحبوا الكبدة تولي مطعامها كان نية كبدة علوش تبيتوها في الحليب كبدة الجيج ولا الداند تبيتوها في الحليب تنحي دمها الكل ومبعد تخسلوها مليح يقعد معادش فيها مطعم الجيش بالكل 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 اذا هي الساعة لاستيوس بتاع اليو وخذيت انا جيزية لي هو الكنزة ونقصها قصلتها مليح مليح وقصلتها بشوية مسخون وقعدت نقص فيها تروف صغيرين بالكل هي وكانت تحبوا القلب ولا ذره ولزبامت على الجيش اخد المصار نطقيوا كل يتاكل خاطر مصارنهم ما ما نحبوهمش الكنزة يتاكل القلب يتاكل الكبدة يتاكل الرويري ما يتاكلوش معني هالحاجات الكبار اللي في الجيجة كلهم يتاكلوا بش نحط معاهم شوية اوت كويس مليحة بش نقصها ممتي مخصو بش نحطهم في وسط العصبات اللي ما يحبش الكبدة ينجم يعملوا بلاش كبدة اللي ما يحبش اللي ما يحبش القربج هذا الكل ينجم يعملوا بالجيج بارك لكن ابن حاجة هو هذي هذا سر البنة الكوانز والكبدة هما سر البنة بتاع العصبين هذا متاع الجيج أكوته بش نعمل سلاتة سلاتة ناية بالسفنيريا والبترة بالني و بش نعمل بسكويت دو كولر تبعوني فاطمة واحدة واحدة بش نوريكم العصبين كيفاش نخدمو انا بنكذبش عليك فاطمة بش استقترت الخضرة متاعو للمكانيات ويزي منعصارها وكل شي هنا في الدار عندي عصارة بتاع خضرة خصلتها البارح وعصارتها وقصيتها بش ما تلمليش الماء فمتا جبتها مخصولة مريقلة فيها شبت وكوصبر الكوصبر رهو هو بطيب اللي فرشك الشبت هو الكروية معنا هكي نقول شبت وكوصبر اذو كفرشك معنا حتيت حاجتين اللي ميجيوش شيحين في وسط العصبين لكن يجيو فغي الوخ قصيت شبت وكوصبر قصيت السلق والمعدنوس اذا كفح العصبين جبتهم حاضرين باش مخصولين نظاف مستقطرين بالقدي عصارتهم بلي صغوزة سالات باش ما يخليوا ليش الماء وبيتهم شيحين ومغطين نظاف جبتهم معاي وبعد اتاب بغتاب نوريكم كيفاش نفوح العصبين وكيفاش نجمو تقمرو عصبين فيه كبدة ولا ما فيهش فيه الحم ولا ما فيهش فيه جيت ولا اذا يكل لستيس نعتيه لكم اوفيري امزوخ مرسي بكو شيف فتحية مرسي بكو شيف فتحية مرسي بكو شيف فتحية مرسي بكو شيف فتح كان الكميته انترنشنال اولمبيك اعترف بالبيع كم اكتفيته سبورتيه عام 1998 من ديسيبلي سبورتيه دكو؟ كيف نحكي ومبعد نشوفو في البيع لكن هيت نشوفو بسرعة شنو تاريخ البيع ومبعد بش نعتيكم شوية حيال وشوية دي تكنيك إذا احنا نسي دي ما نمشي ونقا ورجي لنا يعرفو يلعبو خير منا نحكي ونقا وشوية دي انا نحكي إذا كان لانتلعب مع ام اشترك كثيرا انتاعكم مزوعة او شوية دي الكثيرا انتمريكوITT شيئا انتظرهم في الفيديو لكي تجيكم فرصة تلعبوا مع الناس تتفهم وتنجم تحسن من القدرات المتاعك في البياق البياق بدأت الحكاية متاعه عام 1436 مع لويس التسا مالك فرنسا كان مغروم بشيء اسمها كروكت مش الكريكت اللي يعرفوه كذلك كانت لعبة معروفة مدييفال كانوا يلعبوه البراء دونك ملحاجات ولو يعملوه اندور كان البراء ولو يدخلوه المرة الأولى على خاطر الدنيا دي ماشته مبعد لويس التاسع ووجهو ظهره ولا عندو مشكلة في ظهره في الكولون فيغتي بغال دونك عاية الباشا متاع الباش مونويزياء باش نجار قالوا نحبك تعملي طاولة باش انا نلعب عليها الكروكت ومنطبسش ما كانش مالعكسي عملو طاولة عليها خامة وعليها قميش اخضر اكل قميش الاخضر يعاود يرجعنا للجازن طاو احنا نشوفه احمق اخضر وازرق زوز الوين وطاولة معناها طولها ميتين واربع واربعين سانتي وعرضها مترو واثين وعشرين سانتي وتوزن ميتين وثمانين كيلو وابديو يلعبو في خلينا نقولوا البيعه كان قبل البيعه دوتاخ ووالا طوال البيعه اللي تقريبا الورسيون اللي نعرفوها مبعد ولا البيعه البيعه امريكاه البيعه امريكاه تون نفهموه احنا كنالبو ما نلعبوش بيعه امريكاه نالبو بيعه انجليش بول تنقلكم علاش دونك بعد التورت الحكاية اللي والناس يحبوه يعاية للحباب متاعو اكهو دونك بش يلعبو البيعه واكيد انه لعب برجوه زي على خاطر مش اي انسان ينجم يحط في دارو طاولة توزن قديش وباكل حسبة اي ميتين وثمانية وستين عملة ذهبية بالوقت متاحو التورت الحكاية لكن خلينا نمشيو الحاجة مهمة جلبة انتي بيه ياسر عام اهو كنشوفوه كيفاش تصاور من عش كان المخرج ورا تسويله كيفاش بالذابت فيه لخصو اكدورة هذيكا وكيفاش بالذابت حتى العصا كانت الكو احنا نسميوها كانت كوغباء نمشيو الحاجة مهمة صارت عام 1636 غيشاليو هذي حل اون اكاديمي ميليتاخ دونك الاكاديمي ميليتاخ بش يعلم الجنتلمان كيفاش يحاربوا لكن شنو يقرر فيها الاكاديمي هذي يقرر فيها المات يقرر فيها الفيزيك يقرر فيها الاخلاق يقرر فيها يقرر فيها فنون الحرب ويقرر فيها البياخ يسميه معناها معناها الاخ دو غير انتليجان واللي ما ينجحش في الماتير متاع البياخ يدوب بل ما يواليش موسكوتر يعني السوئيل اهنا بالحق ماناك نخمو فيها الحكاية احنا فيه يعني عام 1636 ناس تخمم الي البيار البيار امريكا ينجم حتى ستنجو دو استراتيجي لهم البيار ستنجو دو استراتيجي تنفرمو كيفاش انو هو يتقرر باش الناس طولي تارف تحارب اكثر معناها هوني نجمو نستوقفو رويحنا احنا البيار مانيش قادين معا ما نشوفش دي شمبيان لاوشت معناش دي شمبيان اخر حتى كان جي كراش حتى كان جي كراش حتى كان بيارة في التليفونيه تفهم اي اي اما نحكيلك او نيفو انترنشنال نعم انو اني اكزيسان لا تقصتش انت الضربة بقداش انت تضرب في التليفون معناها مشكي ما انتي تبدأ قاعد وتعرف اللونغ اللي هو اكزي درجة مقاعدة نتعزيس الدارة وقبل مثلا نعرفش ان القادم على الحرب دي ما عندهم مخططاتك في البرمل حتى بالعصي وكل شي حتى يعملوا سينيف ارخان قولينة صغيرات يحطوهم هما يقصوا بمخي حنا باعل باش يربح طليل هوني نحكيو على اون استراتيجي وتون نفهمو كيفاش البيار في اون استراتيجي الحاجة الثانية زيدة اللي تجلب الانتباه خطر فما برشة احداث لكن انا اخترتوكم الاحداث المهمة مينغو هذي ستن اوفيسيي كان يحارب مع بونابارت كان يحارب مع نابوليون لكن كان بونابارتست يحب بونابارت دونك دخلو للحبس شنو يعمل في الحبس يلعب في البيار كان مغروم في البيار دونك كان يلعب في البيار معناه احنا شنو نخمو كي نسمعو الحداث هذي انو في الوقت هذيك في فرنسا عام الف وثمانية وثلاثة وعشرين فما دي بيار في الحبوسات الحاجة المهمة اللي يعملها مينغو انو هو كي كان يترينع جيتو الفكرة انو هو يحط طرف جلد وبو متع لعصاء اللي هي تسمى طوال بخوسيدي واللي هي مهمة كي تشوفوها تتلقاو جلده اي يحقوها اذيك لعكي دونك هو كان يحقها في الحيط ووقتها اعمل ذرابات اللي هي متطورة ياسر مش موجودة اللي هي الغيتخو صحيحة اكلي تنجز والغيتخو وابا اكزامل تعمل ديفياسيان ومبعد كي جي الوقت متاع انو يخرجوهم الحبس وفي انتهت المدة السجن متاعو جى للسجن متاعو قالوا يعيش اكما نحبك اشتخرجني خالي ننكمل نكمل اي وكمل خدمة الا روحه منبعد كي خرج مش مشي til للسى الاكاديمي حتى للسى الاكاديمي انضي بيدلسى اكاديمي في البيعه خرج ومشي اعمال معنيها عمال معنى كما نقولوا… مانا كما نقولوا… معنى كما نقولوا لعب مع احسن الملاعب ايه في الوقت اذيكا ولكلهم اربحهم على خاطر والليت عندو اللي تعمدو اي نوفيال تكنيك اللي هي و هي البروسيدة و هي الكري التي تضعها تولي عندك بلوس دو بريسيزيون دونك احنا تقريباً الهيستوريك فما شنوه فما في البيعج فما ثلاثة انواع متع فما انواع برشة انواع لكن فما ثلاثة انواع متع بيعج فما البيعج الي احنا نلعبوه الي هو تاخذ انتي عندك سبعة كور من لون و سبعة كور من لون وعندك كورة بيدا وكورة كحلة تجي انتي تعمل الكاسم تيعك واحد يتبط مثلا لكور الهمر و واحد يتبط مثلا لكور مثلا أصفر ارقام زوجية و ارقام فردي ارقام 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 كما نشوف هوني مثلا كان الفيديو موجودة اللي الوانها فما كلون بركة لذلك نرمي ستاولة 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 ترمي مثل الحمر وفيما يكون لديه صفر يدخل صفر وفي الأخير يدخل الكحل نحن لدينا خلط بين البياغ أمريكا الذي تتحدث عنه والبول الأنجلي لذلك يجب أن يكون لديهم أرقام الأرقام ليس موجودين اعتباطيا البياغ أمريكا هو أنك تفعل الكاسم يجب أن تدخل الكرة نمرة واحد ثم تدخل الكرة نمرة واحدة بالترتيب وعندك فقط أخرج إذا كنت تدخل الكرة نمرة سبعة قريبة لا تنجم تدخل الكرة نمرة سبعة إلا مثلا تدخل الكرة نمرة ثلاثة التي لم تتحدث عنها ثم تدخلها لذلك نحن في تونس نلعب الكثير بياغ أمريكا ونحسب روينا نلعب في البياغ أمريكا على خاطر توي ولي عنا سيدة تابل أمريكا وفيما البياغ الفرنسي فيه ثلاثة ثلاثة قرصة ومعتبر ثلاثة القرصة والجميع لتدخل الكرة ولكن الثلاثة بياغ كانت تدخل الكرة وهناك الأخه لا تدخل من الأخر كتبال والجميع ثلاثة وعندما تدخل المنزل معنىına يازمها تكون Woah الكرة المبونة التي تضربها بالكرة الأخرى كما نشاهل هوني في التساور ست'sour أفنكم هناك الكرة يكسبوا المنفوخ وبوضع منصول لتك ضربها في الوسط الكرة تضرب الكرة الأخرى وتقعد فيї بلستها عليش أن تنجح ستخمتي αν أختمني لا أحذرنا أن نضرب الكرة الأولى أ سأخ PB أخدم الكرة البيضة كي نضرب الكو الثاني فمنا في نستخاتيجيك علش نخمو فيها في الحروبات دونك كي تضرب الكورة من فوق الكورة تنجم ترجع وترجع من الأول يعني أنا ضربتها القدام مش ترجع للتالي كي نضربها من لوطة الكورة اتبع الكورة الأخرى دونك أنا عندك آخر حاجة معلومة نقولها دونك الكورة أنا كي نحب نعملها على جنب بلوس الكورة البيضة تمس أقل الكورة اللي أنا نحب نضربها بلوس اللي يولي أكثر نجم تمشي على جنب أكثر إن شاء الله نكون فسرت لكم شوية البيع الأمريكي سينو ننصحوا العبية تمشي تقليل يحب البيع الأمريكي يمشي يتعلم وأوليدنا خاتوا سيريوزما يذكي يذكي برشا ويعمل استخاتيجي ويخلينا نشوفوا نظرة مستقبلية مش جست نغزروا لله سوف تقدر طلعتنا استخاتيجية أخرى تنبع نحيو فيهن تالبيع دونك ذولي سبوت بلما ونشوفو الكوتش مايساش محاضرة مي بالما، مي منبع تبيعي، ريشة من مانيزيوم وانكالسيوم بالما، او نو دون أكسلنة قلتين اي نجربت بالما، ونتي وقتش؟ بالما، سورسة دناتورو كوتيدين سبح الخير فاتما، سبح خير نسل كل دونك كل عادة عالنا سببخ في ماتينال معكم كوتش مايسا ومعي كوتش نسرين دونك اليوم بشنا عملو كل عادة تيممتاعنا الخدمة avec partنار بشنا نشوفو لما يزيسرسس دناتور من معه بشنا نشوفو كيف يزيح نشوفو كفش نعملوا نشوفو كفش نعملو نحن نمتع بقية نحن نمتع الاتفاق اشتركوا في القناة احنا وستو بلايس بتبيعه دون السواب احنا عدد إطيرما لزيبال باعتنر متاعك بشيحاول يجبد لزيبال متاعك ليه هو بتبيعه انتي وستو بلايس هكذا احنا احنا ترجمة نانسي قنقر 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 ونحن نشعر في الدو وفي الأبليك بالروتش رلاشة نحن نغير لأسفل لأسفل نحن نغير نحن نغير نعم انسپير ون resilم انسپير اتباع بدا Bertrand لن اتباع ونرحن هل راحة لأسفل اتبحث نجة من實Jane ناستق Lite ترجمة نانسي قنقر 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 وعلى بعد خطوة تقليلة من ساحة الحرم المدني هو زادة معروف بحسن الاستقبال متقم الكله والإيقامة فيه زادة مريحة برشا 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 وهنا اللي بيرتاها ركزت على الفنادق لمفئة خمسة الجوم لأنها تلوج على راحة المعتمر متاحة وزادة تلوج على ريضاه ومع اللي بيرتاها فيوياج ما تخموش على ززاليكم لأنها توفر لهم جميع وسائل الراحة بداية من خطوط الجوية المريحة والمباشرة واللي اخترتها لكم السنة هي الخطوط العربية السعودية زادة بالنسبة للتاقم الطبي المتكامل اللي رقب صحتكم تيوى لرحلة العمرة وكيف كيف بالنسبة للمشرفين الثقات لأداء مناسك العمرة على سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وهذا يلكل بداية بـ 2799 دينار فقط ومتخموش كيفاش بجتدفعوا المبلغ هذية لأنه تنجموا تدفعوه على ثلاثة سنين كاملين يعني بالتقسيد المريح ومن غير أي تسبقة لأنه التسبقة الوحيدة هي دعي وتخير ملا بش تستفسروا وقالة تسجلوا ما عليكم كانت كلمونا على الرقم 71 90 56 56 وقالة زادة تنجموا تزوروا واحد من فروع ما اللي موجودة في تونس وقالة في سفيقس وقالة في نابل وقالة في سليانا وكيف كيف زادة تنجموا تزوروا واحد من الفروع ترافل تو دو وبقية الشركات المعتمدة www.libertavoyage.com مالا مع Liberta Voyage حجاجنا مع تمرين في ممو عينينا Liberta للأسفار والسياحة حجاجنا مع تمرين في ممو عينينا دونك كما قد لكم زمنتنا من الحرزي اللي حبي عادي عمر كما يلزم عليك أن يتصل لبنى جانس الخاصين ب Liberta Voyage وكما شفتوا الأسعار يسر مناسبة قدام السياح في سليتقدم Liberta Voyage ما تنسوا شتو تطلبوا الوحدة 70 96 56 وراهو اللي عمر النجم تخلصها على ثلاثة سنين والتسبقى جزء دعيوة خير سعادة باستقبل سياس سليم بقديدة مستشارنا القانون اسباح يا سيدي 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 أنا لو كان عندي قضية وين نمشي نمشي للناحية ولا للابتدائية ولو كان عندي قضية وعرفت اللي أنا نزمي نمشي للابتدائية فنا هي محكمة ابتدائية المختصة ترابية بي؟ هذا كاش معناه بي؟ المشكل ما يتطرحش في القانون الجزائي ماذا؟ معناه أقرب مركز ولا أقرب محكمة بتدائية تصب فيها شكاية للسيد وكيل جمهوري كي تبدأ أنت مشتكى بيك مش يجيك استدعاء سواء من المركز ولا من السيد قضية تحقيق مش تمشي للمحكمة اللي هما يقولولك إيجا أبحث فيها لون كذلك علش ما يتطرحش برشة لإشكال في القانون الجزائي تقعد فما استثناءات مثلا كما شكاية اللي كان تكون ضد محامي روما نمشيوش للسيد وكيل جمهوري هذا بالنسبة للقانون الجزائي الإشكال كله يتطرح في القانون المدني شو معناها؟ معناها أنا عندي قضية نوع قضية ما نعرفش لشكون بش نتوجه بالضبط المبدأ هو في القانون المدني أنه كل قضية راه تمشي للمحكمة الابتدائية النص يقول النص يقول المحكمة الابتدائية عندها اختصاص في القضايا الكل عدا ما خرج عنها بنص خاص معناها القضايا الكل الابتدائية نشوفه كم فهم النصوص خاصة مشهور محاكم أخرى المحاكم الأخرى نخصده بها محكمة الناحية شو معناها؟ عنا فصل 39 مجلة المرافعات المدنية والتجارية يعطي اختصاص حسري لحاكم الناحية في الدعاوة المقدرة شو معناها مقدرة راه فيها تقدير الفلوس مقدرة كان أقل من 7000 دينار نمشيو الحاكم الناحية فهم الدعاوة غير مقدرة أعطيها له القانون بصيفة حسرية كما قضايا النفقة قضايا حوادث الشغل قضايا العقل التبني الكفالة هذون كل نص خاص جاء فيهم راه نمشيو القضي الناحية عداها النصوص الخاصة هذية وفي الحالة بتاع الدعاوة المقدرة اللي تفوت 7000 دينار راه نمشيو المحكمة الابتدائية لهنا شو دور المحامي؟ مثلا علشي زمني نعرف وين زمني نمشي إذا كان النجم كلف محامي هو ليهزني هذك علشي يا فاطمة ديما نديو بإنابة المحامي تكون وجوبية في كافة القضايا في كافة القضايا وعنا راه نمشيو قضايا إنابة المحامي هي شوجوبية مثلا كيف تعمل قضايا في التبني نجم تعملها وحدك كيف تعمل قضايا في كافة شغب وحكين عليه مرة في حسة أخرى نجم تعمل قضايا وحدك مبدئيا القضايا أمام قضايا الناحية إنابة المحامي مش وجوبية باش نخليه المواطن ما يصرفش برشة فلوس خطر في قضايا في الناحية والمواطن اللي بسيت ما نجمشي خلص أجرة المحامات لكن دور المحامي هنا أنه هو اللي يعرف الاختصاصات هذية فأنا محكمة وسعت القمواطن مشابش يعمل قضايا في كافة شغب مشاب المحكمة تترفض له القضايا لعدم الاختصاص الحكمي شامتك فامتذك عليش دور المحامي مهم برشة وإحنا ديما نديو حتى المشرع بوجوبية إنابة المحامي في كافة القضايا أسكو فما علاقة بين أنا بطاقة تعريفية وين محتوط فيها العنوان وين أنا نسكن طوى وين تولدت أسكو هذو عندهم وين صارت المشكلة هذا كله فيه معتها فيه تقسيم محاكم لا 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 هاوش نقول لكاوين هاوش ننتقل للا اختصاص التراب بالنسبة للا اختصاص الترابي يراه القاعدة هي مقر المطلوب معنا أنا لو كان عندي مشكلة معك أنتي ونعرف قدري استكوين اللي تسكن فيها معندا حتى دخل بطاقة تعريف اللي تسكن فيها نبعث لك الاستدعام تعالجلسة في المقر اللي أنتي تسكن فيه لو كان أنا ما نعرفش أدريستكوين والمقر أنتي عينت مقر مختار مثال نجم تكون أنتي تسكن في تونس لكن تفهمت أنا وياك في عقد كتبناه أنه المقر المختار متاعك بش يكون في سفيقس مثلا في الأدريسة الفلانية وإلا ما حلموا خبرتك عند محاميك قالوا استاذ فلان الكائن مقره بكذا دونكن وليوا نتجوا يا للمقر المختار اللي تم اختياره ما بين الطرفين وإلا المقر الأصلي اللي أين عنوانك معنا أين المقر متاعك معناها فما إشكال في بطاقة تعريف وإن كنت تسكن ونقلت وإذاك الكل وكان عندك بيس جوسيفيكاتيف وإن يسكن السايد تقدمها وهذيك تكون الفايسل في الاختصاص الترابي ما عندك شتاستدعي في المقر اللي أنتي آخر مقر معلومة خاطر لديه عليش نسأل فيك أنه علي زاد غيس خاطر دي ما تحس أنه برشا قضايا ما يكون شو من الحكم صحيح على خاطر لسه دعاو سل ولا ما وصلش ولو زاد غيس في الحصة اللي قبل الوقت اللي حكينا على انتماسي عادة النظر قلنا راه وفما حالة خاصة أنه فما تحيل في التبليغ في الاستدعاء بالضبط وحكينا أنه وعطيت أنكا عملي أنه واحد يعرف اللي فولان ونتنج متكون أخته راه معاش تسكن في دار بوه عرصة ومشيت سكنت في بلاسة أخرى يمشي عن سؤنية استدعاءها فكلها درزالي ما يختلهاش لاستدعاء يتحكم ضدها لون كذلك عنيش وقتا كيحكينا قلنا راه وصعيب يزم إثبات هل أنه فما تحيل في التبليغ هذا في شهر وقتا قلنا أي قلنا فما أجل المتاع شهر بيه شنو نجمه لأخطاء اللي تصير في اللي حكيات المحاكم وإلا في التقسيم التورا بليسي بيه بالنسبة لتقسيم الحكمي نرجع شوية لتقسيم الحكمي أنه كيقلنا فما اختصاص حسري للمحكمة البتدائية وفما استثناءات للمحكمة الناحية المحكمة البتدائية راية نجم تنظر كقاضي فردي كما قضايا الشغل طرد تعصفي القاضي الاستعجالي القاضي السجل التجاري وإلا تنظر كتركيبة ثلاثية تركيبة ثلاثية ثلاثة قضاة مثلا ناخدوا مثال دائرة دائرة الحوار الشخصية عندي قضايا متعطلاق نمشي للمحكمة البتدائية اللي فيها محل الزوجية الزواج يسكنوا في محل الزوجية مثلا الكائن بيه المرسا نتوجه المحكمة البتدائية المحكمة البتدائية المرسا بتونس اللي هي تابعة المرسا اللي هي تابعة المرسا قضية متع نفقة توا في نفس الأطراف هذو من المرأة بش تعمل قضية متع نفقة تمشي لمحكمة الناحية تمشي لمحكمة الناحية نتعكرتاش اللي هي أقرب محكمة الناحية للمرسا فهمت هذاك عليه اختصاص الترابي والحكمي مهم برشا قلت فما محاكم عندها نص عام اللي هي محكمة البتدائية وفما نص خاص لمحكمة الناحية وفما محاكمة أخرى متخصة ما معنى متخصة؟ كما المحكمة العقارية العقارية تتخصص في تسجيل العقارات التحيين الرسوم المجمدة وفما محكمة العسكرية تنظر في القضايا اللي ضد العسكريين وإلا الجرائم اللي تكبها العسكريين فرار من الجندية وكذا وفما محكمة الإدارية اللي بيشتطعن فيه قرار إداري صادر على السلطة معناتها ضد الدولة تنظر في قضايا الإلغاء ولا قضايا التعويذ يضم الكل نتوجه من المحكمة الإدارية مرحبا بكو مستشار القانوني سيسليم بو قديد احنا تاو نرجع واحدة الشفتحية مرحبا بيكم مرحبا بالمتفرجين اللي خلطوا علينا تاو فاتمة أنا حبيت نوري كيفاش بش نخدم هالعصبين هذية عندي هونية قلت لكم سلق ومعدنوس شبت وكسبر مقصوصين لكل مع بعضهم أول حاجة نبدأ نفوحها نبدأ نفوح الخضرة بتاعي على خطر الخضرة هي اللي مستحقها تاخو مطعم لفاح إذا كان وصلت فوحة الخضرة ومبعد لحم هو ياخو بقية المطعم نحط عليه شوية أخضر متع بصل مقصوص جويت نحط عليه رمية ثومة خطر الثوم لابده في الحاجات ذومة يعطي مطعم بنين برشا نحط شوية ملح هذية خطر الملح راهو الخضرة تمسس تنقص الملوحة بتاع الحم الحم يمسس شوية فلفل لكحل بالطبيعة نحط فيه شوية سكنجبير الجيج يحب مطعم سكنجبير وسكنجبير فيه واح برشا فهم اللي يحطوا فيه الحبق حتى من الحبق بنين برشا في اللفاح هذا نحط نعناع محتحت نعناع هذية نعتيكم أستوس اللي عنده نعناع تاو الدنيا شتي وميديتي وبللو حالح ليلة تقسية صر ما يشيحش اللي عنده نعناع مشايح ومصيف ومعاتش حبي تحتحت على خطر خذيله شوية من الليوميديتي يحط الكوشة متاعو في الخمسين ماكثرش من الخمسين خطر ريح الشيلي يسخن حتى للخمسين ويحطو في الكوشة خمسة ستة دقايق يرجع النعناع يتحتحت كي انو ضربته السمش هذيك علاش أنا ديما وقت اللي نحس النعناع ذبال شوية معاتش حبي تحتحت كي ما يلزم نولي نعملو بالكوشة هذيك اللفاح متاعي حتيتو هونيا بتباعة تشوفين نخدم بالليقام هونيا باش نحط مغرفة ولا تنين هروس عبيدة باش نصب زيت زيين ودوبة نبدأ نخلط اللفاح متاعي مع الخضرة نبدأ برميين الكانزة قبل ومبعد الجيش في وسط الخليط هذيك ما تخافوش من عجنينو هاكية الخضرة يلزمها تذبال شوية باليد بتوعركوها هاكية باش هي تفشل شوية وفرد مرة تاخو مطعم لفاح اللي من دورها هي باش تعتيه للحم اذا كان الخضرة تفوحت وهي الخضرة غالبة للحم معناها المطعم بتبيعتو باش يمشي في وسط الحم متاعي هذي نفركو مليح مليح هاكية وغزروها كيفيش القاسعة نقصت شطر علي كانت عليه وما كانت معبية بالنازلين هاكية نقصت ناخو الكنزة هي الولانية نحطها في وسط الجيش متاعي خطر هي تقبل اكثر تطيب وتقبل اذيك على شخصها جوي داع اللخر قد ما تجاودوها في القصان راهو الجيزية اللي هي الكنزة راهي تتباع في لي بواند فانت مليحة يبيعوها نظيفة انتوما اخسلوها مليح مليح بشوية ما سخون ما معناها سخون مشاغلي وحطوها تقصوها ان بتي مخصو مطعمها بنين تعملو منها العصبين تعملو منها الطاجين تعملو منها برشة حاجات قبل قبل ما يتوجدوا معناها كانوا الدجاجة عربي كنا جينا مع الدجاج الكنزة وكنا ناكلوها قالو اخطوها معناش عليش ما ناكلوهش قالو هوني انا اخذيت اوت كويس مليحة قصيتهم نحيط لهم عظامهم وقصيتهم خطر هو عصبين الجيش اذا كما حطش فيه شوية جيش راهو ملقاش المطعم متاعي متاع الجيش احنا في دارنا نحطو جلبانا في وسط العصبين عشان تومع تحطو له جلبانا فما يحطو له الحمص احنا من معناها من طبيعتنا خطر نعملو العصبين اكثر وقت هو في الربيع تبدأ وقت جلبانا نفصو شوية جلبانا خضراء نصبوها في وسط العصبين بتاعنا يعطي مطعم بنينا برشة ونحطو شوية روس منعرش اذا كان جيتكم الريحة غاديكم منورة تلفزة فما برش عبادي يخولو لنا تشرح فينا ومانا ناكلو في شي قول ميجاو شدو الصف قدم استيديوتو ونعتيكم تفتروا معانا بو هذية هكي طوع باش نحط شوية روز الروز شنية خاصية متاعو نحط فيها اما روز وقلا برغو الكعب على خاطر هو اللي بش يشرب الماء متاع الخضرة ومتاع الحم ومتاع هذيك الكل هذيك عليش رو نحطو الروز نحطو معانا انبات اللي هي اما برغو كعب وقلا روز كعب نخسلوه مليح ونحط نستقطروه مليح المهم ونحطوه نفركوه مليح تشوفوا فيها ما حتيتش الكبدة على خاطر لو كان انا نحط الكبدة ونقرك العصبين هالعركين هذا الكل كبدة تولي ماء اخر حاجة تحطوها تخلطوها تخليط هي الكبدة فما عبيد تحبش الكبدة نعبيو العصبين متاعنا قبل ما نحطو الكبدة ومبعد نحطو الكبدة للي يحبها هذيك العصبين كيفاش نمشي فيه نحس فيه نقص شوية زيت خاطر ما فيهش معاناها ما فيهش متاع غراس هذيك عصبين ضعيف لايت الدجاج ما فيهش متاع غراس اللي محبش العلوش ومحبش الحاجات هذو ما المشحمين يلقى العصبين هذا الشاي معاناها سهل وبنين وما موجوش متكلف خاطر لو زبامتع الدجاج أرخص من الحم وأرخص من الدورة وريحتو كلها كيني عصبين بالدورة قاعدة حاجة شنو اللي نقصني يا دور اين نبوك انتي تجيد لوق اذا كا من المؤكد اذا كا من المؤكد اما انتي بيقدت دوارة حتيت هروس عبيدة طماطن مش طيب بها الكوسكسي هلو حتيت الدوارة الى ثومة حتيت ثوم فورنتو اه لا بش تحطة فيش نو مش تحطة اي باركة هذيك السؤال بيه هو انا وين الكرشة متاعي اللي بش نعبي فيها هذا العصبين لا تنسب العصاب الكرشة هذه تلو 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 احط تلو امت BR كيفام تلو طويل احط تلو لا تصنع معدوك نصنع كعبة التول رسوها بالقداء بالقداء اللي بش يوريني شكون اللي فيها كبدة وشكون اللي ما فيهاش هو الخيط اللي بش نربط به الخيط اللي نربط به انتي ويلو مثلا نربط بالبيض نعرفلي فيه كبدة نربط بالاصفر نعرفلي لاصفر ما فيهش كبدة هذك عليش انا بش نربطها هذيه بالاصفر هذيه ما فيهاش كبدة ودره نعرفوها ما تاكلش الكبدة لغ تعمت بش نعمل عصبانا بليش كبدة لعسي بكوه شفا تحية ولا ما زلت تورينا حاجة خريج لا لا هذيك هي اللي عمدي مارسي شفا تحية لغ ملوقيت نخرجوه فاصل ونرجعو تنويش ابنينا منيتي نحنينة عبيدة معاك ديما معاك ديما معاك 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 فرح احبابك ضوّق اصحابك فيم شاري للبردان يوم اللارحة يوم اللابنة تخيل اخلوب الفم بطوب عبيدة معاك 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 صحيفة لبلابي من عند حروط دوب العظم زي دهروس فاجات سخونة قيت مقرونة قلت ماطم زي دهروس زي دهروس بروس مجلة تنسية حلات الصهرية بصنيف ماريا ما يوفاش وماكلتنا بنينا مجلة تنقع علينا عشانة عبيدة عبيدة محبة وتصنيف وعشر تسنينة اشتركوا في القناة